طيب دايما بنحاول نعايش حضراتكم في أهم وأبرز الكواليس اللي بتخص النادي الأهلي والنهاردة في الحقيقة كان فيه حضور من حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم والمدير الرياضي الجديد لنادي الجونة في استاد مختار التتش واجتمع من خلال هذه اللقطات اللي حضراتكم شايفينها وكان فيه جلسات يعني والديامة بينه وبين الكابتن سايد عبدالحفيز مدير الكرة بالنادي الأهلي وأمير توفيق مدير إدارة التعقدات بالنادي ووضح أنه سيكون فيه صبر للتعاون ما بين الأهلي والجونة وهو تعاون معتاد بالمناسبة والعلاقات مميزة جدا ما بين مسؤولي للناديين فوضح أنه فيه بعض الأخبار اللي ممكن تكون مهمة وأي حاجة بشكل رسمي أكيد سنعلنها لحضراتكم على طول وبشكل مباشر من خلال طبعا قناة النادي الأهلي ودي لقطات لحضور حسام الزيناتي وطبعا في زل تواجد الكابتن أمير توفيق والكابتن سايد عبدالحفيز طيب خلينا نكمل ترند الأهلي وفيه خبر معنا وإحسايات مهمة جدا من خلال فلاش كورة وحسابه من رسمي على فيسبوك وقاله 19 يوم قبل النهائي والناس كلها بتعد الأيام عشان الموبران النهائية اللي هتكون يوم 27 قالوا إيه بيقدموا طبعا أبرز لعبي الأهلي السنة دي في دوري أبطال أفريقيا وعنحطين بعض الإحسايات الأكثر تسجيلا الهداف الأهلي في الدوري أبطال أفريقيا وحسين الشحات الأكثر صناعة كمان حسين الشحات وده اندال يدل على مادة تقلق حسين الشحات مع النادي الأهلي في هذه البطولة الأكثر فقدانا للكرة هو جونيور أجاية حسين الشحات طبعا ستة أهداف وصنع سبعة أجاية فقد الكرة 54 مرة أليو ديانج الأكثر مراوغات رغم أنه لعب في وسط المرعب 24 مراوغة نجاحة والأكثر استخلاصا للكرة أليو ديانج أيضا لعب مميز جدا 102 كرة قدر يستخلصها من المنافس وكمان حسين الشحات الأكثر صناعة للفرص وده أحصائية مهمة جدا ويعني بتنويه وبتدل على أهم وأبرز لعبي النادي اللي هزا موسم فيه بطولة دوري أبطال أفريقيا هنروح لفاصل سريع وبعدين كمل آخر فقرات الحلقة نهار أليو ديانج